خففت مصر هذا الأسبوع عدداً من القيود الاحترازية المفروضة وذلك بعد انكسار حدة الموجة الثالثة من فيروس كورونا في البلاد ومع الإعلان رسمياً عن إنتاج أول مليون جرع من لقاح فاكسيرا لسينوباك المصنع في مصر يتخوف المصريون من موجة رابعة للفيروس أو وصول متحور دلتة إلى البلاد وخصوصاً بعدما أكدت وزيرة الصحة احتمالية وصوله لمصر وحول وضع الكورونا في مصر معي أمجد الحداد أستاذ الحساسية والمناعة بالمصلي واللقاح أهلاً بيك دكتور أمجد أهلاً بيك وأهلاً بالسيدة المشاهديني خلينا ندخل في السؤال المباشر ما الفارق بين الموجة الرابعة ومتحور دلتة طيب إحنا الحد لا إنكسرت الموجة التالتة حتى الإيه إحنا طبعاً بعد كل موجة بيحصل نوع من الهدوء والأصابات بتقل ولكن نفاجأ بموجة ارتدادية المرات الموجة ارتدادية ليه إحنا خايفين منها؟ إنها تيجي لأن إحنا بنواجه متحور جديد يضرب العالم كله حتى الدول اللي منظومة التطعمات عندها قوية يبدأ يضرب فيها زي بريطانيا ولحتى الآن هاجم حقاً أكتر من 90 دول المتحور ده قدرته على الانتشار سريعة جداً جداً بالتالي إن إحنا مهددين المتحور ده يجي لنا فالموجة الرابعة بتاعتنا لو حدست هيكون من هذا المتحور طب إحنا ليه؟ هذا المتحور بسبب سرعته وقدرته على الانتشار قدرته على الانتشار السريع بتخليه ممكن يكون يهاجم مصر ويقدر يخش مصر مرة تالية وكمان قدرة التطعمات على تصدي وقدرة المنظومة التطعمات اللي بتم في مصر على تصدي هذا اللقاع هو ده التحدي يعني هيكون عندي موجة رابعة ولا لأ وهيكون الموجة من المتحور ولا لأ ده على حسب الإجراءات الاحترازية اللي هتدخلها الدولة للفترة اللي جاية وعلى حسب منظومة التطعمات اللي هتحصل بمعنى ان احنا لو تم تطعيم جزء كبير من المجتمع خلال الشهرين القادمين ممكن تكون عندي موجة ارتدادية ضعيفة ضعيفة فورياتها هل ده سبت يا دكتور يعني هل سبت انه لو انا طعامت مش هيكون فيه خطر للمتحور خاصة انه من الشواهد الاولية في التطعمات هتكلم عن مصر تحديدا انه من تم تطعيمه في بعض الاطباء توفوا بعد ان تاخدوا التطعيم وصيبوا بالكورونا مرة اخرى وتوفوا بعده فبالتالي ايه الضمانة اللي تقول ان انا لو فيه تطعيمات فخطر المتحور دلتا مش هيكون موجود في مصر او هيقل احنا لو هنتكلم عن اصابات او فيه اصابات ممكن تحدث مع المتحول وتزيد زي ما حصل في نموذج البريطاني لكن مع التطعيمات خطورة المضاعفات الاقل حتى مع المتحول وهنضرب مثلا للموذج البريطاني انه لسه يقوله النهاردة انه مصر انه هيفتح فترة اللي جاية productive برغم ان المتحول عنده بيعزف بقوة وعنده اصابات بالاقلوفات من المتحول ولكن نسبة دخول المستشفيات ونسبة الاشغال برضو لا تزال الاقل نسبة الوفيات مع التطعيمات الاقل بمعنى ان التطعيمات حمت بنسبة كبيرة من المضاعفات القطيرة حتى مع المتحول آه ما منعيدش اصابات بنسبة ما الاصابات زادت ولكن المضاعفات دخول المستشفيات ليه بدرب نموذج البريطاني مش نموذج المصري لأن النموذج البريطاني حتى الآن هو النموذج اللي طاع عن جزء كبير من المجتمع ويتجه للفتح رغم متحور لأن منظومة التطعمات بقوة إنها كانت نجحة بقوة للتصدي إلى المضاعفات الخطيرة كيف الوفيات لا يزال محدود في بريطانيا آه في وفية ولكنها الأقل نحن نتكلم من 10 إلى 15 وفية أو ما في البرطانيا بعدما كان كلفات الوفيات لو نقلنا الوضع لمصر هيكون الإجراءات الممكن تتخذ هل في إجراءات أعلى مثلا ولا هي نفس الإجراءات الاحترازية المتبعة الدولة تتجه هنا أنا ما انتظرش شحدات من التطعمات تصل إلى مصر أو تتأخر تدى فكرة التصنيع لو فكرة التصنيع المحلي وصلت بواتير عالية جدا وطعامنا جزء كبير من المجتمع وخصوصا كبار السن قبل شهر 9 اللي احنا متوقعين يكون فيه موجة 9 أو 10 لو وصلنا إلى جزء كبير المجتمع تم تطعيمه ستكون موجة مصر موجة ضعيفة جدا بدون وفيات أو بدون مضاعفات بعد كل موجة احنا بنقول إجراءات احترازية الموجة الوحيدة اللي هنقول عليها إجراءات احترازية وتطعمات هي الموجة الرابعة لأن في الموجات اللي قبل كده ما كانش فيه تطعمات دي الموجة الوحيدة اللي فيه موجود تطعمات وخلاص بتدينا نصنع وبالتالي لو واترت التطعمات مشت في مصر بقوة وبصورة على الفترة القادمة وده اللي بتتجه له الدولة إنها بتستورد وبتصنع في نفس الوقت لو مشت بقوة ممكن ما يكونش عندي موجة رابعة ولو حصل هتكون موجة ضعيفة في وفيتها وإيه وحدتها ودخول المسيشات ما بقولش مش لبقى فيه إصابات ممكن لبقى فيه إصابات كتير مع المتحور ولكن تكون إصابات بسيطة متوسطة دكتور أمدد على ذكرى حضرتك للتطعمات حضرتك أو عفوا على ذكرى حضرتك للتصنيع وقيام فاكسيرة بتصنيع أول مليون جرع من لقاح السينوفاك هل بهذا التصنيع ستظل نلق حقية في تناول اللقاحات الجاية من تحالف كوباكس أم لا التصنيع المحلي ده واخد مفقت ونظمة الصحة العالمية لأننا نحن أكبر مصدر لأفريقيا ما لوجه ده باتفاقيات ونظمة الصحة العالمية لأننا نحن ماشيون في كل اتجاهات أنت بتستورد من الخارج لتغطي تطعماتك وفي نفس الوقت بتأخذ المواد الخام من الصين وقتل تصنع الإنتاج المحلي اللي أنت بتسدي بيه احتياجاتك لأن فيروس كورونا مش فيروس سيستمر معك أشهر لا مستمر معنا أعوام سيتحول إلى فيروس موسيمي سيتم التطعيم له كل عام وبالتالي أن أنت تعتمد على التفاقيات وتطعيمات تصل قبل تصل هذا الشيء أعتقد أنه أنت اعتمادك على الخارج في الفترة القادمة ممكن يسبب لك مشاكل في تأخر شحنات كما يحدث الآن ولكن اعتمادك على التصنيع المحلي بجانب الاستيراد هيسد العجز في التطعيمات وهيسد الفجوة وتصل إلى مناعة القطيع عن طريق التطعيم وبعد فترة سيتم التصديل لدول أفريقيا تبقى لتوصيات منظمة الصحة العالمية لتقوم مصر هي المصدر الأساسي والوحيد للقارة الأفريقية في القريب العجل طيب إيه أعراض المتحور دلتا؟ لحد الوادي السمات الغالبة في المتحورات هي الأعراض التنفسية ولكن مع المتحور الرابع الأعراض التنفسية بدأ من حاسة الشم التزوك التي تأتي في المرتبة الأولى في كل المتحورات مع المتحور تأتي في المرتبة المتأخرة بمعنى أغلب الأعراض مع الجهاز التنفسي هي أعراض جهاز هضمي من إسهال وتقلصات وترجيع مع طبعا الأعراض التنفسية ولكن السماء الغالبة وهي حاسة الشم التزوك التي كانت تأتي في المقدمة تأتي في ترتيب أبعد الآن كل المتحورات كانت حاسة الشم التزوك هي رقم واحد المتحور الجديد حاسة الشم التزوك لم تكن السماء الغالبة فيه ولكن قدرته وصرعته على الانتشار هي السماء الغالبة بأنه يقوم بالانتشار السريع بين الدول أبداً أفراد أسرع من أي متحور آخر هل اللقاح يقي من تحور الفيروس كورونا؟ لو منظومة اللقاحات على مستوى العالم في وطيرة واحدة بمعنى دول تكون بالتطعيم بمنظومة قوية جداً ودول مثل الهند وبرازيل وكلومبيا ودول أخرى في الأمريكا الجنوبية وطيرة التطعيمات عندها ضعيفة الدول التي وطيرة التطعيمات فيها ضعيفة تساعد الفيروسات على التحول ولكن لو تم توطرة التطعيمات على مستوى العالم بنفس السرعة ونفس الكفاءة لن يكون هناك متحوراً لكن أن دول تكون لكت تطعيمات سريعة ويتم تطعيم 60-70% المجتمع ودول أخرى لا تصل إلى 1% هذا هو الذي يؤدي للتحول ما هو يعني إيه تحول؟ التحول أن يكون الفيروس ينتشر من شخص لآخر ولكن مع وجود التطعيم يشكل التطعيمات حائط صد الانتشار الفيروسات وبالتالي تمنع فكرة التحول فالدول اللي ما اتطعمتها بالفعل سيحدث هناك تحول لديها ويتقل التحول ده إلى الدولات التطعيمات ويضعف من كفاءة التطعيمات في المستقبل عشان كده يجب أن تكون وطيرة التطعيمات على مستوى العالم سبتة وسريعة في نفس الوقت ونفس التوقيت ونفس الدول لا يكون هناك فرق ما بين دولة وأخرى ما شريحة عمرية اللي بيستهدفها المتحور الجديد؟ هل في شريحة عمرية بحد ذاتها؟ بسرعته وقدرته على الانتشار السريع يستهدف نسبة أكبر من الأطفال والشباب لأنه ينتشر بسرعة شديدة جداً 60% أكثر من المتحور الصابع فيستهدف جميع الفئات بما فيهم الأطفال والشباب هو أخطر على كبارستن لأن كبارستن المناعة الضعيفة والمضاعفات الخطيرة التي تحدث ولكن سرعته وقدرته على الانتشار يجعل من إصابته للشباب والأطفال سمع غالبة في هذا المتحور حضرتك قلت أن التلقيح مهم جداً هل التلقيح هو واحد من يقي انتشار المتحور الجديد أو دخوله مصر تحديداً؟ لا تزال الكمامة والتباعد الاجتماعي هو الأساس للقاية من هذا الفيروس أياً كان نوع التحاول أن الفيروس التنفسي استنشاقه هو الذي يؤدي للمشاكل بمعنى لو أن هناك تباعد اجتماعي وكمامات وإجراءات الغلق والإجراءات الاحترازية المتحور سوف يكون ضعيفاً وقدرته على انتشار التقيل فالذي يضعف الفيروسات هو التباعد والكمامات واللقاحات ليس اللقاح فقط هو الذي يهمش أو يقلل من فكرة التحاول ولكن الإجراءات الاحترازية من تباعد اجتماع وكمامة لا تزال هي السماء الغالبة لأي إجراء احترازي لأنه لو تم التباعد لو تمت الكمامات بصورة عاجلة ولكن المجتمعات ما فيهم المجتمع المصري والمجتمع العربي ملت من فكرة الكمامات والإجراءات الاحترازية وارتدعهم للكمامات حصل هناك فطور فلاقتهم بالكمامة وامتالي استخدامهم للكمامة أقل وده هو الكارثة عدم استخدامنا للكمامة سيساعد بالفعل الفيروس للانتشار السريع ويجعل المتحور يضرب بقوة في الدول العربية ولكن ارتدعنا الكمامات وتباعدنا الاجتماعي لا يزال هو الأهم بجانب التطعمات في هذه المرحلة لمنع انتشار المتحور بقوة نعم طب قولي حضرتك تقييمة للموجة الثالثة لفيروس كورونا في مصر في ظل مثلا ارتفاع نسبة الوفيات في الفترة الأخيرة كما شاهدناها تقييمة الوضع الوبائي في مصر ازاي احنا كنا في اخر رمضان وفي العيد كانت هناك زروة قوية جدا كانت اعداد الوفيات كبيرة جدا كانت إصابات كثيرة كبيرة جدا كنا نسمي هذه الموجة بأنها كورونا بالحجم العائلي نظرا للإصابات المفرطة العائلية داخل المنزل الواحد من هذا الإصابة ولكن الحمد لله حوالي 15 يوم اللي فاته الكيرف بدأ يقل بسبب الإجراءات التي اتخذتها الدولة وبسبب منظومة التطعمات التي تمت لكبار السن كيرف الوفيات في مصر بقالنا يجي اسبوع وعشر تيام من بارح مصر سجلت عشرين حالة وفاة سجلين 175 إصابة وده الحد الأدنى لوصلنا له الفترة اللي فاتت وتوقع أن يقل الأعداد وتقل الوفيات خلال شهر سبعة وستعاود الزيادة في حالة عدم التزام المواطنين في شهر ثمانية وفي حالة عدم التزام بالتطعمات اللي يمنع موجة رابعة تانية أخرى أو اتدادية إحنا الحمد لله كيرف بيقل في وفياته إصاباته وقد نصل إلى أقل من ذلك بكثير ولكن معرضون لمتحور قوي انزل حولك ابتدى يغزو العالم حولنا الأردن تونس المغرب دول الأوروبية فإحنا مش هنفكون في معزل مهما اتبعنا من أية إجراءات احترازية قد يدخل المتحور حتى تنتهي ما يسمى بموجات ارتدادية وكذلك اللقاحات اللقاحات مع الإجراءات الاحترازية في هذه المرحلة هو الأهم لمنع أي تحور الفيروس ومنع أي موجات ارتدادية أخرى هل هناك كيرف واضح مثلا لحجم التطعيمات في المحافظات أي المحافظات اللي أخذت التطعيمات اللقاحات عفوا بشكل أكبر أي المحافظات بشكل أضعف نسب الوفيات وحتى الإصابات هل في كيرفات واضحة أنتوا كأطباء بتطلعوا عليها بتعرفوا من النسب العالية والأقل في كل محافظة؟ أكيد الوزارة عندها بيانات إحصائية شاملة ولكن ما يطلع عليه ومنزل على موقع الوزارة هو التوتل للوفيات وتوتل اللقاحات وتوتل الإصابات حتى الآن وفيات مصر يوميا الآن بلنا في سبات حوالي 20 وفاة يوميا الإصابات انكسرت عن المتين وده مهشر جاية للحصارة الموجة ده على المستوى الرسمي حتى على المستوى الغير رسمي العيادات المستشفات مستشفيات العزلة ابتدت ترجع تاني المستشفات حقومية مرة أخرى تمت الأسرة تضيط ما بقاش فيها خلاص حالات كتير في المستشفات على المستوى الخاص في العيادات الخاصة إحنا في عياداتنا وشغلنا بالفعل الإصابات بتقل الوفاة بتقل معدل الحالات اللي بنشوفها في الحالات الـ هي الأقل بكسير فعليا على المستوى الرسمي والغير الرسمي الأعداد بتنخفض في مصر بالنسبة كبيرة جدا وفيات وإصابات هذا انكسار حاد للموجة ولكن فعليا نحن خايف ومن الموجة ارتدى يقف ولكن بالنسبة للموجة التالتة بالفعل في سبيلها الانحصار في وفياتها وإصاباتها من وقع عملك يا دكتور أمجد البعض بيقلم من فعلية لقاح سينوفاك من وقع عملك ومن وقع مرأيت من وقع شغلك حقيقة هذا الأمر هل فعلا سينوفاك فعال فعال بنسبة الدقيب من مقارنة بلقاحات أخرى طيب خلينا نقول اللقاحات كلها متفاوتة متفاوتة في نسبة الوقاية من الإصابات بمعنى اللقاح السيني سينوفاك أسترازينكا فايزر جونسون أن جونسون جميعما فيها التفاوت في نسب الوقاية من الإصابات ولكن نسب الوقاية من المضاعفات كلهم متقاربين بمعنى وده الأهم بالنسبة لي أنا لا يهمنيش نسب الإصابة لأن احنا زي ما نشفت في المتحور اللي هو البريطاني رغم وجود لقاح أسترازينكا بقوة داخل المجتمع البريطاني نسب الإصابات بالزيد تاني لكن الوقاية الأقل بمعنى أنا ما ببصش اللقاح ده ناجح في الوقاية من الإصابة ولكن نظرتي لي في حمايته من الوقاية المضاعفات قد يكون لقاح سينوفاك أو اللقاحات السينية أقل في نسبة الحماية من الإصابة ولكن نسبة الحماية من المضاعفات وده الأهم وده الموجود فعليا أنها تحمي من المضاعفات الخطيلة جميع اللقاحات تحمي من المضاعفات من نسبة متفوتة من 95 إلى 100% تختلف دراجتها من اللقاح الأخر في نسبة الحماية من الإصابة أو سينوفاجر سينوفارمغر أسترزينكا ولكن الجميع وده الأهم تحمي من المضاعفات بنسبة كبيرة جداً أنا كمجتمع مصري أعيز أطعم جزء كبير من المجتمع أحميه من المضاعفات وده الأهم فالوسيلة الوحيدة أن أنا أصنع اللقاح يحمي من المضاعفات وده الأهم وقود لقاح صيني حتى لو قلوا أنه هو نسب حمايته من إلا أنه هو حمايته من المضاعفات وده الأهم بالنسبة لي ده أهم جداً ضروري يحمي من المضاعفات بنسبة تصل إلى 95% إلى 100% في معظم الحالية